اهلا فيكم حبايا ببرج الدلو رح تجوف شو هي توقعاتك العاطفية القراءة مثل دائما رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكس يعني اذا انت عم تتعامل مع برج الدلو ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة طاقتك او تنطبق عليك القراءة طبعا عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن ممكن يكون في الفيديو رسالة او مقطع معين او جزء معين انت تحس انه فادك او تحس انه بينطبق عليك فانت خذ من القراءة فقط الشي اللي بيفيدك والشي اللي ممكن تستفيد منه بانطبق عليك وترك الباقي رح نبلش في طاقتك انت بعدين رح نشوف طاقت الشريك والحبيب خطواتكم في المستقبل وايضا مصير العلاقة او شو ممكن رح يصير بينكم في المستقبل بنا نسحب فقط كروب موضيحية بعدين رح نبلش بالقراءة طيب نبلش بقراءتك اول او بطاقتك اول انت يا برج الدلو انت عم تركز حاليا عم شوفك مركز حاليا بكيف تشافي حالك او كيف تدعوي حالك ممكن تكون كتوم ببعض المشاعر اللي عم تحس فيها وشوي دفاعي عم شوف قلبك مكسور مشان هيك عم تحاول انك تتشافى او تدعوى في اشي جارحك بشأن شخص معين او بينك وبين الحبيب فيه شي مسبب لك نوع من الحزن ولي انت عم تحاول انك تتشافى داخليا ايضا عم شوف انه انت من الوضع المادي في عندك مشاريع جديدة او في عندك فكر جديدة فكرة جديدة او حتى مجموعة افكار جديدة عم تحاول انك تشتغل عليها متحاول انك توسع طاقتك بالمجال المادية ايضا بتشوف انه وضعك المادية مهم بعلاقتك بعضكم بيشوف انه انك تطور من الناحية المادية مهم لعلاقتك ممكن الشخص اللي هم تتعامل معه انت بتحس انه بتطلب او بده شخص كتير ناجح عم شوف انت عم تمر حاليا بدورة معينة او في عندك اكتمال من نوع معين ايضا في شخص بحياتك بدك تتواصل معه ولكن عم تمنع حالك من انك تتواصل معه لانه انت مجروح عاطفيا او يعني اذا على انه متحسس من الشخص اللي عم تتعامل معه ولكن عم شوف بدك تتواصل معه او بدك العلاقة بينكم تتطور اكتر ولكن عم تمنع حالك من انه انت تقوم بالخطوة الاولى او عم تحاول انك تكون متحفظ وكيتوم اكتر بالنسبة لطاقة الشريك او طاقة الحبيب طاقة الحبيب عنده مشاكل كتير بالبرايد او بالايغو او بكرامته ممكن انت ايضا نظرتك لهالشخص تشوف انه هو شخص كتير مش متعالي او مش شايف حاله ولكن ما بيحب انه يتأسف بس يغلط او عنده كرامة كتير عالية هالشخص اللي عم تتعامل معه ايضا بتشوف انه هو شخص تنافسي او شخص لازم هو اللي كنته اللي تمشي عم شوف ايضا هالشخص طاقته الحالية فيه عنده هدف مادي عم يطمح لالو لسه ما وصل لالو بالتحديد لسه عم ينظر لالو من بعيد ولكن بده عم شوف انه بده يطلع منتصر بالوضع المادي ايضا بالعلاقة بينكم ممكن تكون انت وهالشخص لانه عندكم اوراق مادية كتير عالية فممكن انت وهو اشخاص محفزين كتير من الناحية العملية او بتحبو انت وهو بتحب انه تنجحوا من الناحية المادية يعني مثلا اذا انت برج دلو رجل والشخص اللي عم تتعامل معه امرأة هالمرأة بتحب تكون مستقلة بحالها بالذات من الناحية المادية عم شوف انه دائما بتحب الانتصارات هالمرأة او ممكن يكون العكس صحيح من النسبة عم تحط هالشخص عم يحط مجهود بالعلاقة او عم شوفه عم يشتغل على التفاصيل الصغيرة بالعلاقة ممكن ايضا انتو تشوف انه هو شخص كتير او كتير بيركز على التفاصيل الصغيرة وانت بتركز على الصورة الاكبر للامور او على المنتوج النهائي للامور لانه عندك فهالشخص عم تشوفه انه بيحب يركز كتير على التفاصيل الصغيرة ايضا عم شوف انه طاقة ونارية هالشخص اكتر فممكن يكون هو الشخص الحركي اكتر بالعلاقة ممكن تكون انت الشخص الهادئ الشخص اللي بيحب يحلل الامور ما بيحب يتسرع باتخاذ الامور بعكس هالشخص ممكن يكون شوي مندفع او شوي متهور باتخاذ القرارات مع انه بيركز على التفاصيل الصغيرة الى انه يكون مندفع باتخاذ القرارات ايضا هالشخص اللي انت عم تتعامل معه ممكن يكون طبيعة الاشي اللي بيدي يصاويه او طبيعة نجاحه بالعمل بتطلب نوع من الالوجين او بتطلب نوع من الوهم او خلق صورة وهمية يعني ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون في عنده كذا شخصية او كذا شخصية بيرسونة شخصية معك وشخصية بتطلبها او وظيفته يعني مثلا ممكن يكون ممثل او ممكن يكون او شخص كوميدي شخص يقدم او يقدم الترفيه فلا بد انه يخلق شخصية معينة فعم شوف هالشخص من ناحية يعني عم شوفه عم يلبس شخصيات كتير او ممكن يتغير ويتحول من شخصية جادة الى شخصية عفوية الى شخصية صغيرة الى شخصية كبيرة يعني هالشخص كتير بيتتنقل بين عدة شخصيات فانت بتشوفه من هالناحية بيجذب نظرك هالشخص لانه ما بتمل منه دائما فيه اشي جديد بحياة هالشخص او دائما عم يقدم لك اشي جديد او دائما بتشوفه بشخصية جديدة او بي صعب عليك صعب عليك انك تفهمه لانه دائما فيه اشي جديد تكتشفه بخخصيته او بطبيعة هالشخص طيب بالنسبة للطاقة مشتركة بينكم شو ممكن يكون سبب الخلافات اللي بينكم هالكمي فهالشخص هالكرت كتير بيناسب هالكرت لانه القلي ممكن تكون بتشابه ورقة الساحر او ورقة بمعنى انه فيه طرف بينكم ممكن يكون كتير منغمس ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون كتير منغمس بالشخصية اللي بيظهرها للعالم او الشادوس الشخصية الاخرى بحيث انه صعبت الامور عليكم انه تتقربوا من بعض او انه يكون فيه صراحة مطلقة بينك وبين هالشخص ايضا ايضا فيه كتير اوراق فيه كتير سبعات عم تطلع عندي سابن سابن فممكن رقم سبعة يرمز للبعض منكم باشي معين ايضا هالشخص فيه عنده اختيارات كتيره يعني السبب الخلافات اللي بينكم ممكن تكون انه علاقتكم مش كتير مستقرة مع بعض فيها طلوع ونزول كتير ايضا فيه بينكم حب وتعتبروا بعض مثل السولمات ولكن فيه فيه بينكم بعد بالمسافة ممكن تكون بالمسافة حرفيا يعني انت بمطرح وهو بمطرح وايضا ممكن تكون انت وهو بتشوف انه انت متوافقين كتير مع بعض ولكن فيه دائما صرف عم يحاول لباد الشخص الاخر من حياته او او يحاول يخلي مسافات قدر المستطع لانه عندك فانتو تنظروا على بعض مثل الامنية بدكم ياها تتحقق ولكن في الوقت الحالي لسه هي امنية لسه ما تحققت لسه بعيدة المدى ايضا ايضا فيه بينكم اه فيه بينكم كتير تقلب بالعلاقة لانه فيه عندك هون ace of wands بعدين king of sword يعني فيه عندكم دائما بيصير بدايات جديدة بسرعة وبتمتهي بسرعة ايضا او دائما الوضع بينكم بتحسن بسرعة وبعدين بيرجع اه ينقلب الوضع بسرعة ايضا 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 العلاقة بينكم امشوف انتو هو اشخاص كتير تستخدموا المنطق لتحليل الامور سواء رجل او امرأة الطرفين بيهالعلاقة اشخاص بيحبوا كتير يستخدموا المنطق لتحليل الامور اه ما فيه كتير او ما فيه كتير اه تعاطف يعني من الناحية العاطفية ما فيه تعاطف للامور اه الوضع بيحل المشاكل بينكم وبيحل الامور بيكون كتير منطقي بالذات للطرف هاد ممكن تكون عكسية ممكن تكون انت هالطرف بس بالذات للطرف هاد اه فيه عنده كتير كرامة عالية فهو دائما بيستخدم المنطق بتحليل الامور عم شوفت خطواتك القادمة في المستقبل discover your life purpose فانت بالمستقبل حاليا ممكن تكون مشوش او ضايع شوي بانك تكتشف شو الاشي اللي بد الهدفك في الحياة او اللي المفروض تساويه في الحياة فعم شوفك عم تركز اكتر او رح تركز اكتر بالمستقبل على انه تكتشف شو المفروض اللي تساويه بالحياة سواء كان من ناحية عمل او سواء كان من ناحية عاطفة سواء كان من ناحية شخص عم شوفك كتير عم تحاول تفهم هدفك بالحياة ممكن ايضا تكون شخص رح تركز بالمستقبل على روحانياتك واذا ما انت رح تركز على مانتياتك او بدك بالمستقبل مع هالشخص تكون العلاقة بينكم تقليدية اكتر يعني بالمستقبل عم شوف لبعض منكم بدو ارتباط مع هالشخص او بدو ازواج مع هالشخص لانه عندك تهيروفنت تهيروفنت او البابا شخص روحاني الطاقة رح تكون بالمستقبل شوي بطيئة طاقتك بالتحرك او طاقتك بانك تكتشف شو اللي بتريده ممكن انت هم تحاول تفهم طبيعة العلاقة بينك وبين هالشخص وتشوف انه هو هال تحاول عم تكتشف انه هو فعلا الشخص اللي بدك تكمل حياتك معه ولكن عم شوف انه بالمستقبل عم تفكر انه تكون جدي اكتر تكون براكتكال اكتر او تكون منطقي اكتر في عندك ايضا في عندك فرص مادية رح تيجيك عم شوف بالمستقبل او رح تقابل شخص ايضا ممكن انت محطوط او رح تنحط بطريق بالمستقبل لانه في عندك اختيار بين شيئين في عندك شيئين لازم تختار منهم فممكن بالمستقبل انت بدك تحاول بعض منكم يفكر كيف يوفق بين المادة وبين الحياة العاطفية او بين الشخص اللي عم تتعامل معه ممكن انت عم تحس انه في اشي عم ياخد من اشي يعني اذا ركزت كتير على الوضع المادي عم يؤثر على علاقتك مع هالشخص واذا ركزت كتير على الوضع العاطفي عم يؤثر على وضعك المادي فالبعض منكم عم يحاول يوجد نقطة الوصل منشوفت خطوات الحبيب القادمة حبيبك او شريكك عنده فينكس رايزن يعني هالشخص عم يمر بتغيرات جدرية بحياته حاليا وفي عنده شفت او في عنده صفحة جديدة رح يبدى فيها او مطرح جديد رح يبدى فيه ايضا بدي احكي على ابراج اللي عم تتعامل معها قبل ما انسى ممكن تكون عم تتعامل مع ابراج هوائية ابراج مائية مش كتير نارية بس يكون ممكن هالشخص شوي متهور ايضا ممكن عم تتعامل مع برج السرطان لانو هالكرت بتبع برج السرطان الاغالبية كرت السرطان طلع مرتين طلع بيهدك وبيهدك فالاغالبية ممكن برج السرطان او شخص في عنده مي كتير للخارطة الفلكية تبعته وهوائي ايضا في عنده طاقة كتير هوائية ولكن بالمستقبل عم شوف انو في عنده هدف هالشخص عم يسعى لاجله وفي عنده تقدم رح يصير كتير منحوض وكتير سريع عم شوفه من الناحية المادية شخص يعني متمكن او في عنده كتير عالي للوضع المادي عم يطمح الى انجازات كتير عالية بالوضع المادي مثلك انت ومشوف ايضا انه هو يشوف انه العلاقة من اجل انه تكون مريحة لازم يكون المدخول المادي مش عالي ولكن لازم يكون مريح ايضا يعني هالشخص بيفهم انه المادة طبعا مش كل اشي ولكن بيفهم انه هي اشي كتير مهم من اجل تكوين اسرة او تربية طفل او اشي مثلا هيك عم شوف انه هو فيه شخص كتير مصمم اذا انتو منفصلين مش عم تحكوا مع بعض شخص في عنده كتير ايرادة وتصميم انه دائما كل ما الامور بتخرب يصلحها مرة تانية او مستعد ان يحط المجهود مشان يصلحها مرة تانية او يصالحك مرة تانية او تتوفقه بالعلاقة مرة تانية يعني هم شوفه شخص كتير صبور مع انه متهور ومتقلب المزاج الى انه ممكن يتحمل كتير شخص مرن يعني ممكن يتحمل كتير ممكن تتغير طاقته ساي مش عم بارف احكي اليوم ممكن تتغير طاقته كتير ولكن شخص بيتحمله كتير كتير فلكسبول اوبن ميندد عقليته منفتحه بيحب يسمع اراء اخرى طيب نشوف طاقتكم بالمستقبل شو رح يصير سايكلز هالكارت اجا بنفس المطرح لبرج الجدي فاذا بتحب التابع القراعه هدي ممكن تفيدك باشي معين لانه بنفس المطرح اجا فبالنسبة لطاقتكم بالمستقبل عم شوف انه في عندكم شفتس وتغيرات رح تصير بينك وبين هالشخص في بينكم لسه رح يكون في تحفظ بالمستقبل الى انه الوضع المادي رح يكون منيح بينكم لانه انتو هو اشخاص كتير مصممين في عندكم عزيمة وارادة اشخاص ايضا بدكم تكونوا اسرة مع بعض انتو هو عم شوفكم عم تطمحوا الى تكوين اسرة مع بعض برغم التشوش اللي ممكن تحسوا فيه وعدم اتخاذ القرار ببعض الامور او في عندكم شوي اللي اخبطة باتخاذ القرار الى انه الهدف النهائي بالنسبة للكم الاثنين هو تكوين اسرة وعم تشتغلوا الاثنين لحتى توصلوا لهالهدف وتسهلوا هالهدف قدر الامكان ايضا عم شوف شوي بالمستقبل في دفاعية بينكم شوي في تحفظ بينكم ولسه في شوي فرد سلطة بينكم يعني لسه رحي حبيبك او شخص اني عم تتعامل معه كتير عميد من اللي مبين بالقراءة مبين انه هالشخص كتير عميد او فيه بينكم وبين بعض كتير عميد وعم تحاول انه يعني كل واحد يفرض سلطه بالوضع او ممكن انت تحس انه هو عم يحاول دائما انه يفرض سلطه اذا انت رجل ممكن الامرأة اللي عم تتعامل معها تكون امرأة شخصيتها كتير قوية واذا انت امرأة ممكن رجل اللي عم تتعاملي معه كل شخصيته كتير كتير قوية وبيحب يكون هو اللي دائما مسيطر على الامور ولكن عم شوف انه الطريق بينكم شوي صعب شوي فيه تحرك فيه ما فيه خط ثابت لحد الان يعني لسه فيه طلعات وفيه نزلات ولكن الهدف النهائي يعني برغم المشاكل اللي عم تصير بينكم الهدف النهائي للطرفين بها القراءة بها العلاقة هو انه يكونوا اسرة مع بعض عم يشتغلوا كتير مشان يكونوا اسرة مع بعض عم شوفكم عم تعتبروا بعض ورفقاء برب ايضا ممكن تكونوا اللي تميان عم توفروا من الناحية المادية من عجل هالعلاقة بالبعض منكم اللي عم قريدي تصارح بانه بدوا يكونوا اسرة مع هالشخص عم شوف انه انتو الاثنين عم تخبوا اشي مادي منتنين عم توفروا اشي مادي من اجل خطوبة او زواج او من اجل صرفيات من اجل انه تنفقوها على اشي معين اوكي حبايب برج الدلو بتمنى القراءة تكون فاتتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب ان شاء الله رح شوفكم في الفيديو قادم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم